أريد أن أسألتك بعض المسألة بعد توقيفك من خطبة الجمعة ومن الضغط في المسجد كيف هو النشاط الدعوي خارج إطار المسجد الذي تم توقيفك عنه وما هي الإنجازات ونحن مترفون على نهاية 2013 كيف هي إنجازاتكم وأنشطتكم في هذا العام منصري جزاكم الله أخير إنما الأعمال بالخواتي فنسأل الله أن يختم لنا بخير ثم إن مرور الزمان بمرور الأعوام والشهور والأيام تذكرة للإنسان المسلم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمراد أن يذكر أوراد شكورة فعند تمام العام تقدم الحصيلة الحصيلة السنوية في كل الشركات ليعرف الإنسان مدى الربح ومدى الخسارة ويعرف مدى قوة الضغف فيعززها ومدى قوة القوة لتعزيزها إذا كان هذا على مستوى الأمة وعلى مستوى المؤسسة وعلى مستوى الشركة فأيضا يكون على مستوى الإنسان الفرد بل إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يحثنا على محاسبة النفس عند تمام العمل بل محاسبة قبل بداية العمل لتخريص النية وأثناء العمل لمراقبتك ربك وأنت تعمل ثم بمحاسبتك لنفسك بعد تمام العمل حتى لا يدخل الرياء في البداية ولا في الوسط ولا في النهاية لكي تكون مخلصة لله تبارك وتعالى كان عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فهكذا نعتبر بمرور الأعوام نحن أولا لا ندعي أننا قمنا بشيء ولكن على كل حال لما كان السؤال يتطرق إلى وضعيتين الوضعية الأولى أنت قد تم توقيفك من الخطبة في المسجد وهي عبادة جليلة والواقف على المنبر تشرئب إليه عناق الناس في كل جمعة لكي يذكرهم ويرفعوا من وعيهم ويحشودهم في معركة الدفاع عن القيم هذه حرمنا منها وحينما حرمنا منها أحسسنا كأننا وضعنا على كاهلنا ثقلا ما كنا نستطيع حملة إلا بإعانة من الله فلما أعفونا هؤلاء فإننا أعذرنا إلى ربنا ثم منعنا أيضا من الدروس في المساجد وهذا أيضا من الفواقر والدواهي ولحد الآن لا نعرف السبب الذي من أجله تم التوقيف لكن قدر الله وما شاء فعل كنت أقول إن الداعي إلى الله قبل أن يتم توقيفي كالماء والماء إذا تعرض لعراقيل في الطريق ومنع من السيلان تجمع وخلق لنفسه مجرى آخر يتحدى به كل الصعاب وكل العقبات كنت أقول هذا قبل أن يتم توقيفي فلما تم توقيفي علمت أن لله في كل أمر حكمة فكما أمرنا الله تعالى أن نعمل للدعوة وأن نحتسب في العمل أمرنا ربنا أن نحتسب أيضا إذا توقفنا عن العمل أو أوقفنا لكن نحن إنما أوقفنا في مجال خاص وهو المسجد وإنما جعلت لهذه الأمة الأرض مسجدا وطهورا فمحراب الحياة كلها مسجد وكلها طهور يتطهر فيها الإنسان من أدناس الذنوب ويرفع بها الأحداث الحدث الأكبر والأصغر لينطلق طاهرا في طريقه إلى الله ليطهر ما أمكنه كل ما يمر عليه فإذا بالمولى يفتح بعد هذا عالما آخر نحن لا نجمد أبدا على قالب من قوالب الدعوة فإن النبي صلى الله عليه في مكة لم تكن هناك مساجد ومع ذلك رب أعظم جيل رباهم في بيوت المسلمين وبهذا أقول لكم إن الله فتح لنا بيوت المسلمين في كل المغرب وأنتم ترون أن هذه الدروس التي نرفعها عبر الأنترنت وهذه الكلمات التي نتتبأ من خلالها الأحداث إنما مصرحها هو بيوت المسلمين يشاركوننا في الأجر ويفتح لنا البيوت تماما كبيت سيدنا الأرقم بنئ بالأرقم وهذا الأمر دخل به خير كثير إلى البيوت ومن البيوت دخل هذا النور إلى بيوت أخرى لم ندخلها إنما دخلت أنوار ما حدث في البيت إلى بيوت الناس فنسأل الله أن يكتب هذا الأجر لكل بيت فتح لله وفي سبيل الله وأن يجعلها صدقة جارية صادقة لكل صاحب بيت أجر الله في بيته خيرا انتفع به أحد من أمة محمد في المشارق أو المغارب ثانيا ليست البيوت فقط ولكن هناك دعوات تأتين من المغرب كله من قبل جمعيات المجتمع المدني وإن كانت تعرف هذه الجمعية عراق الكثيرة لتحصل على ما يسمى بالترخيص وتمنع من أن تعطى هذه المقرات العمومية لأسباب نجهلها لحد الآن ما أردنا أن نعرفها فإنهم مع ذلك اجتهدوا وصابروا فإن رفضوا إعطاءهم المقر العمومي فتحوا مقراتهم لمثل هذه المحاضرات فذهبنا إلى المغرب بأركانه الأربعة في الشرق جرادة عين من المطهر أحفير بركان نيدرار عين صفا بسيدي بوهرية العيون في كل هذه المدن في الوسط فاس مكناس لابطوشطاط الحاجب القرى عين اللوح ثم ذهبنا فتغلغلنا في الريف أجدير أجدير ثم في وسط الريف حسيمة زيو الناظر دريوش الفرخانة كل هذه المدن مدن الشمال ثم ذهبنا إلى المدن يعني تقريبا الأطلسية الريباط الدار البيضاء صطاط ثم وصلنا إلى صحراء في المشرق جنوب الشرقي ذهبنا إلى بوأرف إلى الراشدية إلى مدن كثيرة ثم قمنا بالدعوة إلى الله في الجو فقد دعونا إلى الله في البر ثم في البحر في أكبر باخرة تمخر بنا عباب البحر من ناظر إلى صاط وعلقيت خطبة الجمعة على السفينة تحت عنوان يا أبا ذر أحكم السفينة وأنا على السفينة أعطيت خطبة في السفينة السجن أحب إلي مما يدعوني إلي أنا في المجتمع اللي يحارب الفضيلة ويسميه بالنبي ويسميه بالإرهاب ويبغي يحلل الفاحشة ويقول الحق ويريدون سجني والحكمة لا السجن أحب إلي من ما يدعوني إلي السجن أحب إلي السجن أحب إلي لأن أموت تحت الصياط أحوان علي من أن أترك هؤلاء الجوبنا يضربون مقدساتنا وثوابتنا السجن أحب إلي من ما يدعوني إلي ثم في الجو ونحن في هجرتنا إلى بيت الله تعالى لتأدية مناسك العمر في هذا رمضان وقد من الله علينا يكتبنا من وفد الرحمن أعطينا كلمة هناك في الجو وفي المطار ثم في الشاحنة ثم في كل نظار نظرناه ثم في مسجد رسول الله ثم بجوار النبي في سلسلة تحمل عنوان من أريج طيبة ثم بعد ذلك أعطينا دروسا في مكة في بيت الله الحرام بقرب بيت الله الحرام تحت عنوان في رحاب الحرم 12 حلقة سلسلة في رحاب الحرم ثم سلسلات كثيرة خصة الأسرة الزواج خصة التربية خصة الموت خصة مواعظ خصة جنائز جنائز كما حقق الله تبارك وتعالى سبحانه أن أسلم هذا العام يعني على يد مهم الحمد لله يعني أعلنوا الإسلام الحمد لله بعض هؤلاء الذين يأتون خصيصا يسألون عني لكي يعلنوا الشهادة معي وتمنوا في المسجد لكن حينما أخبرهم أن المسجد الآن منع عدنا ولم أعد يعني وأعطي الدروس في المسجد يتألمون وهناك من أسلم ولم يسجل يعني هذه أمور يعني الحمد لله الله سبحانه وزوجل بارك في ذلك النقطة الثالثة ليست دروس في البيوت وليس استدعاء هؤلاء لنا فقط إلا أننا استثمرنا إن شاء الله تبارك به الإمكانات القليلة الضعيفة الأنترنت فاستثمرناه استثمارا على قدر المستطاع قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أي أبذلوا الجهدة والوسعة لكي تبلغوا الدعوة إلى الله تعالى مستنفذين جميع الأسباب كما كان رسول الله فالله هيأ لنا هذا السبب فإذا بالمولى سبحانه يبارك وإذا بالداخلين إلى الموقع نهاري بوانات أو الفيسبوك نهاري بوانات أو قناتنا الآن في اليوتيوب قناتنا في اليوتيوب فيها الآن ألفين ألفين تقريب وأربعين من الأشرطة ثم هناك عشرين مليون زائر هذا من فضل الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل في قناة اليوتيوب وهناك تويتر كل هذه المسائل استثمرناها على قدر جهودنا وعلى قلة علمنا وقلة احتكاكنا بهذه التقنية الجديدة التي يسرها الله لكي تسر الدعوة عبرها سريان النور عبر خائط الكهرباء وإذا بهذا المصباح يغضي فأصبح إن شاء الله تعالى الفضاء يغضي لم يعد ذلك الفضاء الذي يمتلئ فقط بالظلمة والخبائث والكلام القبيح أحببنا أن نزاحمهم بكلمة الله أحببنا أن ندفع بالتي هي أحسن عملا بسنة التدافع وإلا سيهلكنا الله تعالى سبحانه عز وجل وأعذرنا إلى الله تبارك وتعالى ثم بعد أن استثمرنا بإذن الله تعالى هذا الانترنت كنت أتمنى من هذه الطلبات والتماس كنت أتمنى بإذن الله تبارك وتعالى أمورا الأمر الأول أن يقوم الطلبة ليس باستدعاء أنا لوحدي ولكن تحميل الدعاة والعلماء في كل مناطق المغرب أمانة تبليغ الدعوة خاصة في حرم الجامعات التي تعرف انحضارا وتعرف بعدا عن الالتزام فهم متشوقون أبناء في الجامعات يبلغونني أنهم متشوقون ولذلك أنا إن شاء الله تعالى أوجه كلمة للطلبة وللجمعيات أن ينفتحوا على كل الدعاة إلى الله ففي المغرب مليء بالدعاة إلى الله تعالى ثانيا أنا ألتمس من الدعاة والعلماء أن يستجيبوا لإخوانهم وأبنائهم الطلبة وأبناء الجمعيات العاملين في حقل الدعوة لأنه داخل فيما يعرف بالتعاون على البر والتقوى هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة إن شاء الله سبحانه وتعالى أني ألتمس من الدعاة والعلماء أن ينافسون وأن يدخلوا معنا معمعة الدعوة عبر الأنترنت فوجب عليهم أن يستثمروا هذه الوسيلة وأن لا تبقى حكرا على من يستثمرها لتدمير هويتنا وديننا أريد وأتحرق أتحرق وأطلب وأناشد دعاة إلى الله لأن الكلمة الطيبة الخير إذا كثرت في الأنترنت يكون عندنا عذر ثم يكون ذلك بمثابة تخفيف عن الرجل الواحد إذا استثمرها في مجال الدعوة ثم تتنوع كلمة الدعوة في الأنترنت من دعاة كثر فإذا هي تتلون بلون المختلف كل يميز داعية هناك العالم الذي يغلب منطقه عاطفة هناك العالم الذي تغلب منطقه عاطفته عقلا وهناك العالم الجامع بينهما وهناك الحكيم وهناك من اختص في مجال وفي علم نريد إن شاء الله لكل هؤلاء أن يدخلوا إلى سوق الدعوة ويستفيدوا من الأنترنت لكن أناشد أيضا الشباب أن يقوموا بخدمة العلم الذي يصدر من الدعاة والعلماء هم اللي يمشون يديرهم إن شاء الله تبارك وتعالى يفتح لهم المواقع أنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى أنا لم أفتح هذه المواقع لكن لما قيض الله تعالى سبحانه عز وجل شابابا يغارون على الدين ويتحرقون شوقا لرؤية الدعوة تسير وفق منهاج الله تعالى لو لم يقيد الله ذلك ما كان ذلك لذلك فأنا أدعو الشباب أن يقتدوا بهؤلاء الذين فتحوا للدعوة مجالا وأبوابا وفرصا صارت تنافس الآخرين بإذن الله تبارك وتعالى نقطة أخرى من الملفت أيضا لأن الدعوة أصبح لها أنصارا فإن بعض الجرائد ذات التوجه العلماني هي الأخرى وجدت في الدعوة إلى الله والموضوعات التي تتحدث عن الدعوة إلى الله تجد لها رواجا لذلك فتحت لها أبوابا وجعلت لها أوراقا وعركانا في صحيفتها وهذا نحبثه ونشد على أيديهم نحن نريد لكلمة الله تعالى أن لا تترك مجالا إلا دخلت فوأعجبا لمثل هذه الوسائل الإعلامية المكتوبة أو المرئية التي غالبها عفا ومع ذلك فهي تلتفت من حين لآخر إلى مسألة الدين لأنها تجد له رواجا وإقبالا فطرى في المقبلين على تلك الأبواب سببا من أسباب التربح فكيف يقومون هؤلاء بهذا العمل ابتغاء الربح في الدنيا ولا يقوم به جرائد أخرى إسلامية تبتغي الربح عند الله تبارك وتعالى وتتأخر وتتلك أو قنوات توجد الآن في الفضاء قنوات إسلامية تحارب الإسلام شغلها الشاغل استهزاء بالدعاة والتشكيك في نياتهم وتكفيرهم ألا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أقول في النهاية آخرا وليس آخرا كبشرى أزفها لكل من يعمل في مجال الدعوة إلى الله فأنت تعمل لله وتعمل في أشرف وظيفة تحبب الخالق إلى الخلق والمخلوق إلى الخالق فأنت تقوم بأشرف هذه الأعمال أبشرك أن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل إذا صدقت فبقدر صدقك يجعل الله لك طريقا إلى قلوب الناس أقول لكم يعني العبد الضعيف أسأل الله تعيز قنا الصدق أن هناك الإقبال أين أرى هذا الإقبال في كثرة الرسائل الواردة على البريد الإلكتروني الآلاف لم أستطع قراءتها ولم أستطع الإجابة عنها لكنني وضعت هاتفي في موقعي وهاتف المشرف على الموقع حتى يكون التواصل بيننا مباشرة ولذلك فبقدر استطاعتي يبقى الهاتف مفتوحا ويبقى الخط مشتغلا وليعذرني من لا يستطيع الوصول إلي لأنني أريد أن أتواصل مع المغاربة والمسلمين في العالم مباشرة ولذلك الهاتف لا يدهي من الرم هناك إقبال الناس تريد أن تسأل عن دينها فالبضاعة رائجة والقلوب عدشة والنفوس ضمأ للدين فهي تحتاج لمن يدعو إلى الله بصدق فهلوم وحيهل الدعوة حي على الدعوة حي على الدعوة حينا عليها وأمتنا عليها وحشرنا تحت لواء سيد الدعاة رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وصل الله على سيدي الدعات والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهبة ترجمة نانسي قنقر